ايهلا اخباركم حبايبي يا رب اليوم تكونوا كلكو بخير زي ما انتو شايفين وصوتنا لليوم محشي جاي عبالي اعمل معاكم محشي بتنجان وكوسة وكمان بصل ولو كان متوفر عندكم دوالي بتقدروا كمان تطبقوا معاها وتطلع معانا اكل الدولمة معتبرة زي ما انتو شايفين انا عندي البيتنجان والكوسة حفراهم ومجهزاهم حتى الكوسة انا من بره بحب اني احززها زي هيك منه اني بتخلص من اي اترة بعالقة فيها وكمان تمتص من السلسل اللي بدي اضيفها وبتعطينا شكل كتير حلو وكمان البصل انا هانا مجهزة قشرته وسلكته اذا حابين اي اشي اعمل للكمية بالتفصيل احكولي بالتعليقات وليهمكم اكيد من عيوني بقدم للكمية ولو اول مرة بتشوفوا قناتي انا اماني وهي قناتي احلى وصفات متمنى انو الفيديو يعجبتو تدعموني باللايك بصحن كبير بدي اضيف هانا عندي رز مصري ضروري انو نستخدم الرز المصري رسلته ورح اضيفه واضيف عليه ضمة بقدونس وجهر هادا خضراء معتبرة مفرومة ناعم وعندي هانا حبتين من البندورة كمان مفرومين ناعم وحبتين من البصل وبعد هيكا عندي اللحمة انا عندي هان نص كيلو من صدر الدجاج المفروم انتي كمان بتقدر تستخدمي اي نوع لحمة بتحبيا سواء كانت قطع او لحمة حمراء الاشي برجعلك حضيف الملح الكمية كمان تقديرية حسب قديش انتي بديك تستخدمي محاشي ورح اضيف الفلفل الاسود وعندي هان توابل للمحشي واكيد بدي اضيف معلقة من الكزبرة المطحونة وما تنسوا انكم اضيفوا دبس الرمان بيعطيها طعم وتست هيك حموضة كتير لزيز واكيد بدينا نضيف شوية من الزيت النباتي او زيت الزتون عشان نخلي حبات الرز هيك مفلفلين وبيل معو وطعمتهم كتير لزيزة افركي كل المكونات بايديك كتير منيح عشان تمتص من كل النكهات وتختلط كلها تمام بعد هيك بدنا نبدأ نحشي اكيد كلنا بنعرف نحشي الكوسة والبتنجان بس فيه لسا بنات او صبايا او عراهة السجدات حبيت اني اورجيهم كيف طريقتنا بحشي الكوسة والبتنجان بدك تهدي كمية من الحشوة وتحطيها بجوة الكوسة او البتنجان زي ما انتي شايفة وحاولي انك ما تكبسي الحشوة كل شوي بحاول اني اخبطها بايدي عشان اخلي بين كل حبات الرز هيك شوية فراغات ضروري انك تعملي هاي الحركة وضروري كمان انك تنضفي حبة الكوسة بعد ما انك تحشيها ما بدنا احنا يصير في الصوس او المراجة تبعتها كمية رز كبيرة وتطلع لبرة شايفين انا عندي واصلة لوان الحشوة ضروري زي ما حكيت لك انك تخبطيها شوي على ايدك وتتأكدي لوان واصلة الحشوة انا عندي هان كمية كتير جليلة لازم تكون تقريبا جد عقلة الاصبع مش اكتر من هيك يعني لما تدخلي اصبعك لزيير زي ما انا عملت يكون بس الفراغ جد عقلة واحدة من الاصبع ضفت كمان شوي من الحشوة وهيك صارت معايا جاهزة اكيد رح احشي البتنجانات بنفس الطريقة البتنجان عادة تاني بياخد حشوة اكتر لانه بيكون من جوه مفرق كمية اكبر وتقريبا حجم البتنجانة بتكون كبيرة ضروري انه نحشيها زي ما حكيت لك بنفس الطريقة وبعد هيك بدي اورجيكي كيف بنعمل البصل المحشي لو اول مرة تجربوا البصل في المحاشي طعمته عن جد خطيرة سووه زي ما انا هانا قدمت لكم اياه هتلاقوا انه طعمه بيشهي وانكم كل مرة تعملوا فيها محشي اكيد هتعملوا لكم تلتة اربع بصلات هيك لانه طعمتهم خرافية وحبايبي هاني اللي حيسألوني كيف عملت البصل بهاي الطريقة بعد ما بقشر البصلة واغسلها كتير منيح بدي اعمل فيها شج بالسكينة من راس البصلة لقاعدتها بس حاولي انك ما تفصل البصلة لنصين احنا بس بدنا نوصل الاستكينة لنص البصلة بعد هيك بدي اكون محضرة على النار طنجرة فيها مي مغلية بسقط فيها حبات البصل وبخليها لمدة خمس دقايق بعد هيك بتكون طريقة معي البصلة وبقدر اني افصل ورقاتها بهذا الشكل والفهم زي ما بلف ورقي العنم او الملفوف بعد ما حشيت كل الخضار اللي عندي حبتها الحين بطنجرة كبيرة تسع على الكمية اللي انا عملاها يا اما بترصي حبات المحشي بالطول وبتصفتيهم او انك بتحطيهم هيك وانا بضمن لك انو ما يطلع الرز بالمرة من حبات المحشي انا بحطهم كلهم مرة واحدة زي ما انت شايفة واخر اشي انا هنا كنت محضرة جرنان من الفلفل الاخضر زادت معايا حوالي معلقتين من الحشوة فخسرت عليهم وحطيتهم بجرنان من الفلفل الاخضر منو بتعطينا طعم حدودية شوية في المحاشي ومنو بنستفيد من الحشوة بدل من كبها والحين بدنا نحضر هانا على جناب السوس اللي بدنا نضيفه عليها بدك تحطي صلصة بندورة اللي هي دبس البندورة وعندي انا بودرة ماجي واكيد بدنا نحط ملاح وفلفل اسود اي بهار بتحبي انك تضيفيه على المحشي بديك نضيفيه وكمان بدنا نضيف شوية من دبس الرمان وكمان زيت زيتون عشان يعطينا اللمع الحلوة والنكهة اللذيذة وراح اضيف مية مغلية وبدأ اخلطهم كتير مني حشان الدوب معاي الصلصة مع المي السخنة والبهارات وراح اضيف كل الملقة هاي اللي حضرناها هانا بدك تنتبهي انه قديش الكمية الكافية لهذا المقدار عندك بدك تغطي للطبقة القبلة الاخيرة من المحشي زي ما انت شايفة اخر طبقة عندي من المحشي ما بكون موصلة لها الصوس او الملقة اللي انا ضيفها بعد هيك بدك تحطي اي تتقيلة موجودة عندك على وجه المحشي وتغطي الطنجرة وتشغلي عليها النار وتتركيها لمدة ساعة ساعة ونص حسب ما تشوفي انتي عندك بتطلعي لك حبة كوسة او حبة بتنجان وبتختبري نضجها وهانا حبيت اورجيكم من قلب الحدث شايفين كيف المية غمرت تماما كل الخضار انتي بس خلي كمية المية اقل بسطر واحد انا هيك صاروا المحشي عندي جاهزين حبيت اعمل هيك خطوة او تشكيلة عشان ولادي يعني يعجبهم الشكل ويحبوا يوكلوا المحشي اكتر فحبيت ان اقدموا مياه على طريقة السوشي يعني اليوم عملت لهم سوشي المحاشي باجيب الكوسة وبقطعها لقطع زي ما انتي شايفة قطعتها لقطع رفيعة بهذا الشكل يعني تقريبا كل واحدة سانتي واحد عشان يكون سهل عليهم انهم يكلوها زي طريقة السوشي بالعدان الخشبية اكيد هنحطط لهم جنبية شوية من دبس الرمان وشوية من السلسل الحمراء اللي طبخنا فيها المحشي طعمتهم عن جد خطيرة انا بقولكم جربوا اذا بولادكم ما بيحبوا المحاشي اعطوهم مياها بهذا الشكل انا متأكدة انهم راح يعشقوها ويصيروا دايما يطلبوها منكم باقي الكمية اكيد عملتها بالشكل التقليدي العادي وهيك انا بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو اليوم بتمنى عن جد ان الفيديو يكون عجبكم اضفلكم لو اضافة كتير بسيطة او معلومة بسيطة تكونوا حبيتوها لكم مني احلى تحية من قناة احلى الوصفات صحة وعافية